هو مرجعه مش بس العوامل الوراثية او الجينات انما كمان بيتدخل فيه سوق التغذية المزمن وده طبعا نظرا ليه عوامل البيئة وهنلاقي انه الاسرة طبعا اللي فيها اجيال متعاقبة بالشكل ده بتبقى نسبة كبيرة قوي ديها الاطفال او الجيل الحديث فيها ليه 39% منهم وكمان هنلاقي لو احنا يعني حسبناه على مستوى العالم هنلاقي 29% من اطفال العالم بيبقى للأسف عندهم نقص في النمو في الطول بسبب التغذية طيب ازاي ممكن يستدلوا على ده عن قسر القامة هنلاقي انه بيقولوا انه بينمو الطفل حوالي 25 سنتيمتر في السنة الاولى وحوالي 12-13 سنتيمتر في السنة التانية كمان الطفل بينمو من 4-6 سنتيمتر سنويا حتى وقت البلوغ والبنات بنلاقي 9 سنتيمتر في السنة و25 سنتيمتر في لحد ما تنمو في سن البلوغ او التين ايجر هنلاقي كمان الاولاد عندهم من 3-10 سنتيمتر في السنة و28 سنتيمتر خلال سنوات البلوغ اللي بيمكن استعانى بيها في منحنايات النمو في المراكز المتخصصة دي الحاجات اللي بيستدلوا بيها عن وجود قسر قامة او لا وعن النتائج اللي طبعا وصلوا ليها علىاصل الغذائية الضرورية عشان نتفادى بيها قسر اقامة الطاقة اي حاجة فيها الطاقة زي ايه زي عسل زي المربة زي الحبوب الكاملة الرز الدرة الامح كمان عندنا المنتجات الدقيق وطبعا عافينا افيادها الاصمر وفي العيش نفس الحياة العيش الاصمر الماكرونا وفي منها دوقتي ماكرونا السامرة كمان عندنا البطاطس والبطاطا وعندنا كمان القلقاس الدهون هنلاقي الدهون دهي القشطة وزي الزبدة وزي الزود تعمل الدهون دي على امتصاص الفيتامينات وبالتالي بتدوه في الدهون جدا والفيتامينات دي من اهمها الف وهي ودال دي من اهم الفيتامينات الليها دور مهمة اوي في النمو وفي نقص طبعا مغزيات الطاقة هنقول بيقدي ده لاستهلاك البروتينات لاستخدامها في الحصول على الطاقة وبالتالي بيقدي ده انه يأثر على معدلات النمو تاني نقطة في التخزية البروتينات البروتينات مهمة اوية لانه الحقيقة بتقدي لتكوين العضلات واعضاء الجسم وبالتالي عن طريق الحديد والزينك والكالسيوم وفيتامين اي عينة كمان البروتينات النباتي اللي هو بيكون البروتيكوليات زي الفول الجاف اللي هو بيالعس الحمص الفاصولية كل دي حاجات للأسف محدش بقى بيأكلها في الفترات الاخيرة بلا ملاكوا الفاست فود بس حاجات ما نعرفش دي ايه ولا مصدرها ايه وعبارة عن توابل ودهون المعادل والزينك من الحاجات المهمة قوي واللي موجودة في الزبادي والجبنة واللبن الرايب والاسماك والغيض والسمسم والطحينة العسل اسود البقول الجافة الحبوب الكاملة الخضار الورقية كمان معينا في الزينك اللي هو البصل والكرات والحبوب البقولية اللي هو الحبوب الكاملة كل دي حاجات مهمة قوي بتأثر على قصر القامة وتخليه يختفي اليود اليود مهمة قوي وكلنا عارفين انه في ملح اليود عندنا اللي هو موجود في ميت البحر واللي موجود في الاسواق دلوقتي الماغنيشتيوم اللي موجود في فيتامين ها واللي مهمة قوي للموه العظم بتاعنا القلبان ومنتجاتها واللوز والاسماك والموز كمان وحبوب الامح الكاملة والبطاطس والبطاطا كل دي حاجات موجود فيها فيتامين ها رابعا الفيتامينات اللي فيها اي وفيها زي وفيها اي وفيها سي دي كلها مليناة بالاكلات الشهية اللي الحقيقة مهمة قوي لطبعا الناس اللي بيبقى بتعاني من قصر قامة عشان الجيل بتاعها الجديد ما يعانيش منها خلصت معيكم فقرة طبعا ضاية نيوز يا رب